السلام عليكم ورحمة الله نواصل حديثنا عن الممبرين تكنولوجي ونتكلم اليوم عن الالكترو دياليسيس الالكترو دياليسيس ممبرين هو عبارة عن سمي فرمبل بارير هذا البارير يعمل على مرور positively charged ions الكتايونس أو negatively charged ions بحيث انه تعمل على معادلة المحلول these semi-permable barriers are known as ion exchange selective membrane هذا النوع من انواع الممبرين يمتاز بانه يسمح بمرور ايونات في اتجاه والكتايونات في الاتجاه الاخر هذه الخاصية الكهربائية للممبرين it gives it an edge in many many industrial applications الشكل بيوضح العملية بيكون لدينا anode و cathode negative و positive تشحن هذه الانود و cathode بيمرر المائع الذي يحتوي على ايونات مثل الان اي سي ال والشحنة الكهربائية تلقائيا بتجزب نحوها الشحنة المعاكسة فتتجه ايونات الصوديوم نحو الكاثود بينما ايونات الكالسيوم تتجه الكلور عفوا ايونات الكلور تتجه نحو الانود تمر تمر هذه الايونات عبر الممبرين وبالتالي تساعد على تنقية هذا المحلول من هذه الايونات هذا النوع من الالكتروداياليسيز معروف لانه يستخدم في المجال الطبي بكثرة في عملية غسيل الكلة حيث يتم معالجة كمية من الاملاح في جسم الانسان بواسطة هذه التكنولوجيا الشكل ايضا بيوضح نموذج اخر الانود مع الكاثود والكلور بيعبر في جانب متى ما وجد الشحنة المقابلة يتجه نحو الشق بتحصل طبعا تنافر هنا لدينا نيجتيف يتجه الكلور مع النيجتيف يحصل فيجتمع مع ثم يسحب زي ما ذكرنا الاستخدامات الطبية لهذا النوع من الميمبرينز كبيرة جدا وفي تقدم باستمرار بصورة عامة ممكن نقول بان الميمبرينز عالي لكنها لا نحتاج الى اي معينات كيميائية تضاف لتحسين كفاءة العملية وإنما تحسين 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 باستر باستر تحسين تحسين